أجرى رئيس المصري عبدالفتاح السيسي موحدة تاتم مع رئيس الفرنسي الزائر إمانويل ماكرون قال السيسي في مؤتمر صحفي لاحق أن مصر تتوقع احتواء الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وتجنب المزيد من التوسع وتعمل مصر على إطلاق سراح المزيد من الأسرى لدى حماس لتخفيف حدة التوتر في المنطقة كما حثت مصر إسرائيل على الامتناع عن العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة وقال ماكرون إن فرنسا تدعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستعدة للعمل مع دول المنطقة لتحقيق وقف لإطلاق النار بين طرفي الصراع وأضف أنه سيكون خطأ إذا أصرت إسرائيل على شن عملية عسكرية برية واسعة النطاق ضد قطاع غزة أحذر من أن ذلك لن يضر المدنيين في قطاع غزة فحسب بل سيفشل إسرائيل في ضمان أمنها على المدى الطويل ترجمة نانسي قنقر